اشتركوا في القناة وخلال الزيارة اقيمت محاضرة تحدث فيها كل من السيد فريدريك ويليام دي كليرك الرئيس الاسبق لجمهورية جنوب افريقيا والسيد ليخ فليسة رئيس جمهورية بولندا الاسبق والسيد كيلاش ساتيارثي الحاصل على جائزة نوبل للسلام 2014 رئيس مؤسسة كيلاش ساتيارثي للاطفال وحضرها عدد من الوزراء وكبار المسؤولين والسفراء ومجموعة من رجال الصحافة والاعلام والاكاديميين وتحدث المشاركون عن مظاهر التعايش في مملكة البحرين وما يتمتع به المجتمع البحرين من تآلف بين جميع مكوناته مشهدين بجهود المملكة في تكريس وصون حقوق الإنسان وضمان مستويات متقدمة من الخدمات والرعاية للمواطنين والمقيمين الأجانب وتوجه السيد فريدريك ويليام دي كليرك في بداية المحاضرة بالتهنية إلى مملكة البحرين على نجاحها في تحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030 التي أقرتها الأمم المتحدة وهو ما نال تقدير المجتمع الدولي خلال تقديم البحرين لتقريرها الطوعية الأول أمام المنتدى السياسي رفيع المستوى المعني بالتنمية المستدامة التابعة للمجلس الاقتصادي والاجتماعي للأمم المتحدة في يوليو الماضي واستعرض تاريخ الصراع الذي شهدته بلاده وصولا إلى تحقيق السلام مشيرا إلى جوانب من التحديات التي تواجه جنوب أفريقيا في الوقت الحالي بعدها تناول السيد لخف لساء التحديات التي تواجه النظام الاقتصادي العالمي وما ينبغي القيام به من أجل رفاه حقوق الأجهال القادمة والتحديات التي تواجه العالم حاليا على الصعيدين السياسي والاقتصادي أما السيد كلاش سا تيارثي فتحدث عن واقع حقوق الأطفال مشيدا بما توفره مملكة البحرين من احترام واهتمام بحماية حقوق وكرامة الإنسان والأطفال وفي ختاب المحاضرة أعرب الحضور عن إعجابهم بالتجارب الثرية التي استعرضها المحاضرون لا سيما فيما يخص إنهاء الصراعات وتحقيق السلام وقد أقام السيد محمد بن إبراهيم نمطوع وزير شؤون مجلس الوزراء مأدبة غداء بمسرح البحرين الوطني تكريما للوفد دائما الأماكن ثقافية هي الوجهة التي يزورها زوار البحرين خاصة كبار الزوار الذين يقصدون البحرين لكي يكتشفوا أيضا معالمها أهم ما يميزها دائما متحف البحرين هو وجه ومزرح البحرين الذي صدف اليوم هذه المحاضرات القيمة الأماكن التي تزخر بها البحرين هي وجهة أي زائر لهذه المملكة العريقة القنية بأثارها ومعالمها وحضراتها وبشرها دائما ما يميز البحرين هي ثروتها الطبيعية وأبنائها وهي ترحب بكل ضيوفها في كل مواقعها لو أتيحت لي الفرصة بعد تحرير جميع الأطفال العاملين في العالم كنت سأفضل البقاء أكثر في البحرين أو العيش هنا شعرت أنني في وطني فالشعب هنا طيب ومضياف وقد تأثرت فعلا خصوصا بلقاء رئيس الوزراء فهو شخصية عظيمة وذات رؤية وهو حقا قائد جنب وراء وقد تأثرت فعلا خصوصا بلقاء رئيس الوزراء فهو شخصية عظيمة وشخصية عظيمة وشخصية عظيمة وضعه